للفضة فوائد تفوق سحرها والذهب له خصائص تمنحك بريقه وجماله باراديز منتجات الصحة والجمال تستخدم شركة باراديز تقنية النانو الجديدة في استخلاص ماء الذهب والفضة الذي يمنحك الصحة والجمال وتوفره لك في مجموعة منتجاتها الفريدة شراب الذهب والفضة لتنشيط وتقويت ورفع مناعة جميع أجهزة الجسم كريم وسبري ريليون للتجميل والعناية بالبشرة والأمراض الجلدية جنة الأرض في الحياة بلا مرض لمعرفة المزيد والتفاصيل تابعونا على الفيسبوك أو اتصلوا بنا على الأرقام الآتية هذا البرنامج بلا عائل موسيقى هميقى هميقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 البكتيريا الحلزونية اللي بقت مشهورة او هي جرثومة المعدة اللي بتسبب بقى التهابات ارتجاع قرح معدة ويعني اعلاجها بيبقى طبعا بسكيم كده او سكاديوال انتيبيوتكس وبتتاخد وما بيجيبش نتائج طبعا سبب الجرثومة الحلزونية هي حاجة عايشة فعلا في القولون وفي المعدة بس مع ضعف بقى المناعة مع الاكل الكتير مع المسكينات مع القهوة مع السجير بتبطي تنشط فبنجد بقى الحل في الحاجات الطبيعية اللي ممكن تساعدنا على التخلص من هذه الجرثومة او تخليها كامنة وتخليها لا تفعل شيء بقى لا في قولون ولا في المعدة زي طبعا الكولويدل سيرفر من الحاجات الهيلة في القصة ديت وعن تجارب مع ناس كتير بنجرب الانتيبيوتكس هو ماء الفضة اه الكولويدل سيرفر اللي هو ماء الفضة طبعا بنجربه مع ناس كتير كيانوا مقدين انتيبيوتكس بقى والحاجات المضادات للميكروبات والحاجات ديت بعضها بتجيب نتيجة لان احنا برضو ما ننفيش اكيد دور الجزء ده بس طبعا الكولويدل سيرفر او ماء الفضة بيجيب نتائج هيلة وفي وقت بسيط جدا والناس بتحس فعلا بارتيح جميل جدا بس حاج دايما بيقولوا ان مضادات الحيوية تؤثر على المعدة تأثير مباشر طبعا طبعا انما المضادات الحيوية الطبيعية حضر لك ايه بقى مادة تأثيرها المباشر على المعدة خلينا نقول حتى المضادات الحيوية العالم كله دول قتي في التجاهن هو يلغيها او يقللها قد ما يقدر واحنا في مصر والعالم العربي عندنا كده سبب اثارها الجانبية طبعا طبعا اثارها الجانبية مش على المعدة بس على الكبد على القولون على الكلا طبعا كل الحاجات دي بتتأثر بقوة وطبعا المشكلة التانية ان الميكروب بيقوى يعني بياخد مناعة ضد المضادات الحيوية دوت فلازم احنا كمان نتطور في الدفاع وكل لما نتطور كل لما البكتيريا او الحاجات دي حتتطور معنا فالكولويدوسيفر او الجزء بتاع الماء الفضة هي حاجة بتيجي على الميكروب بتثبته بتخلي النشاط بتاعه والخلية بتاعته مشلولة ما تقدرش تتحرك ويتموت طبعا بدون ما تقدر تعمل حاجة انت ضد ليها او ما بتكونش بقى حاجة مضادة لها انا ملاحظة من انتو كده الهدف واحد ان احنا حاجة من غير كميئية ونكون حاجة صحية بحاجات طبيعية بالزبع حاجة طبيعية طب انتو كلمتوا عن الجهاز الهضمي كده اتكلمنا كده متفرح لما بيجي لك مريض بيبقى حاسس بطني واجعين انا مش عارك ايه لبطني واجعين طبعا الشعب المصري زيما اننا فاتاي ويعلم دكتور دايما هو متجه ناحية القرولون حضرتك من شوية قلت لنا مكلوب حلزوني قلت لنا معدى قلت لنا ارتجاع قلت لنا الكلام ده كله هو الطبيعي المية بتنزل بالطهر كل الطريق بس الانسان يعرف هو عنده ده ازاي بتعرف وتشخاصه الحالة ازاي يعني انتو تنسحه المريض بايه طبعا جميل او السؤال دوت لانه مهم فعلا حتة التشخيص ناس كتيرة بتبقى مشكلتها في الحياة الصحية انه هو عنده مشكلة ومش عارفش ازاي ويبدل يلف على الدكاترة ويعمل تحليل ويعمل فحوص والكلام ده واحيانا طبعا في ناس ما تبقاش عندها اعراض او اعراض بنقول عليها عامة اجهاد مش مظبوط انتفاخ زي ما هي بتقولي كده وبتبقى السبب ميكروب او السبب حاجة تانية وحاجة مهمة جدا بقى كمان اللي احنا اكتشفناها ويمكن فيه جهاز طبعا هنتكلم عليه دلوقتي بيقيس المعادن والفيتامينات والسموم اللي دخل الجسم ده حاجة حلوة اه ده مهم هو اسمه جهاز الكوانتم لان جسمنا والاحتياجه للجسم بيحتاج بنعرض صوت جهاز للناس على الشاشة عشان داله تبقى مع حددك الشرح التفصيل لا لا جهاز جميل ورائع بيجيب نتائج هيلة جدا لانه بيحلل او بيشوف حالة الجسم وكلها عاملة ازاي زي ما قلت كده احنا بناكل محتاجين كاربوهيدرات ونشويات وضهون وبروتينات بس كمان محتاجين معادن وحاجة اسمها المعادن النفيسة او النادرة فده تحليل دوت او الجهاز بيشوف التردودات بتاعتها بالضبط وبيشوف بقى تأثيرها على الاعصاب على المخ على الجهاز الهضمي على الكبد على القولون لان احنا محتاجين اللي هي يسميها تريس لانها قليلة في الاكل مش موجودة فموجودة بقى في مجموعة بقى من الحاجات الباكتجز اللي موجودة طبعا في ال مقاردايز اوه احلى حاجة فيهم ان هم مانو علشان يدخل في جزيئات الدم كده زي النونو بيتسرب ويعمل المفاول الكبير قد النملة ويعمل عاملة انا مصممة انا عايز اقول بس اني عدي في حاجة على الجهاز دوة ما محتاجش ناخد عين الدم وده الحاجة الجميلة اللي فيها خالص ان في خلال دقيقتين بيدي 36 ريبورت عن حالة الجسم كلها حلو أنا عايز أستاذ بس حاكم كبردائش إزاي تنبهته لقيمة الجهاز دو وتعامل معاه عشان تبتدوا تحطوا ده في معايير خاصة بالمنتجات اللي انتم مقدمينها للناس دي التكنولوجيا المستقبل يعني الكلام دو زي ما قلت قبل كده برضو في خلال 25 سنة هيكون متواجد في البيوت الناس تقدر تستخدموا هوم يوز احنا هنا بس يعني متأخرين شوية هوم موجود في الغرب كتير في مصر في الحقيقة الدكتور واقل يعني من الدكاترة القليلين جداً اللي عندهم الجهاز ده وبيستخدموا عشان يشوف يعمل سكان على حالة الجسم ونعرف المعادن النقصة البيتامينات النقصة المعادن النقصة كمان احنا بنعملها يعني هركم معنين جداً بالبحث العلمي حوالين مكونات جسم الانسان واحتياجاته المتجددة خاصة في علاجه يعني كشركة باراديس اه طبعاً يعني انتم تتنبهون في جهاز ظهر في السوق او ظهر في المجال الطبي بهذه الروعة وهذا الاداء الجايد احنا بنشتغل في كل حاجة جديدة يعني التكنولوجيا اللي هي بيقولوا عليها 25-40 سنة القادمين احنا عايزين نبتدي ننشر الكلام دوت دلوقتي يعني انتم شركة رائدة في التطور الطبي وكمان حلم اللي هو الصحة يعني ده حلم بقى عند الناس نتكون صحة وعافية مستقبلاً كل حاجة هتبقى بالترددات كل التحاليل هناخلص من الرشدة الوش وظهر وانت ومصيبك بالترددات لان كل الاحنا كلنا جسمنا كله طاقة اللي حوالينا كله طاقة بالترددات يعني زي ما أينشتين قال ان كل ما حوالين الكون والانسان وداخلك طاقة حتى المية اللي في جسم الانسان ما هي موليكولز يعني جسمنا يمكن جزء بسيط جداً دلوقتي بيقولوا ان 99% من الجسم كله مش مادة مش جامد سهد مش جامد دي طاقة فإذا الطاقة دي هيت بنقسها زي بنقسها بالترددات الترددات دي هيت موجودة في الجهاز الكوانتوم دوت اللي احنا بنستخدمه وبنقدر نقيس بي حالة الجسم مع باراديس استقبالها ممكن لقي منتجات أكتر فعالية وأكثر تطوراً كمان من اللي موجودة حاليا يعني كنتوا دايمين البحث بالطريقة دي أنا عايز أقولك ان احنا قريدي المنتجات بتاعتنا هي قريدي قفزة نوعية جامدة جداً في مصر والشرق الأوسط وكل ما هو جديد احنا بنحاول ان احنا نجيبه ونطبقه ونقدمه للمجتمع المصري للناس المصريين اللي احنا بنحبهم وكمان للشرق الأوسط وبجودة عالية جداً لأن حتى المية اللي احنا بنستخدمها في المنتجات هي مية التكنولوجي بتاعها سنتين أو تلاتة في العالم فقط اللي هو بنحول بجهاز معين المية من H2O لH3O2 فدي طبعاً يعني حاجة قفزة نوعية وكواليتي عايي جداً كواليتي بتاع المنتجات بتاعتنا عايز أقول لحضرتك إن هي أعلى من اللي موجود في أمريكا النانو سيرفر والنانو جولد أعلى من اللي موجود في أمريكا وموجود برا وبأسعار أرخص من برا غاية ما نتمنى أن يكون في منتج مصري نافس منتج أجنبي وبفعالية أكتر أنا أطلب الحاجة بس حاجة بسيطة جيدة حاجة تمسيك لكده منتج منتج وتقول لي إحنا إزاي ممكن نرتاح لمعدتنا نرتاح للخولون اللي هو أزمة المصريين الخولون العصبي ومسببات الخولون من الأكلات الحريفة اللي كلها شطة وكلها حاجة أملاح زايدة وكلها مهيجات للمهدى فأنا حاجة عايز كده واحدة وحدة ننقل من عند الدكتورة كده حاجة تقول لي إزاي ممكن نعبر للشفاء يعني طيب خليني بس أرجع للجهاز لأن أنا شايف الجهاز دوت تكنولوجي رائع جدا وجميل جدا الجهاز بيعمل حاجة مهمة أو بيدي تقرير وظيفي يعني بيقولش مثلا أنت عندك حصوة في المرارة أو الكبد شكله ومعرفش إيه هو بيدي الوظيفة بتاعة الأجهزة المختلفة والأهم تلت حاجات المهمة الفيتامينات والمعادن اللي هي التريس أنا من سنة بقول عليها والسموم التلت حاجات دولة مهمة أو يطلع لتقرير بيها والتحاليل بتاعتنا أو الجهاز بتاعنا لما بنطابقها بأي تحليل في المعمل بيبقى أفضل وأدق نفس التحليل بس طبعا أفضل وأدق لأن محتاجين في المعمل تكنولوجي عالية وتبقى تكلفتها عالية زي ما قلت كده دكتورة سورية المفروض في خلال دقتين بدون عينة بدون تحليل بدون تكلفة التحليل العالي دي بتطلع نتيجة رائعة وقوية وطبعا بناءة عليها بقى جاب ندي حاجات منتجات بقى لو فيه مثلا النقص في الحديد وكتير قوي بيبقى عندهم أنيميا والأنيميا أحيانا ما بتستجبش للتابلت والقراس لأن الجسم لازم يبقى فيها مادة تمسك في الحديد اللي متص من البطن واتدخله على الدم أحيانا ما تبقاش موجودة هذه المادة أو القولون يبقى فيه مشكلة بالإضافة أن بتحصل إمساك وتبقى ويتيل على المعدة تيل على المعدة والكلام ده طبعا حتى لما مناخده بالحديد حقان برضو ما بيجيبش نتيجة يكون لي أثار بالضبط فيه نتائج وعندنا تجارب لناس كتيرة كانت بتاخد القراس أو بتاخد الحقان ما جابتش نتيجة الحديد بتاعها نسبة الحديد بتاعها كان تمانية أو تسعة لما أتذكر وبعد شهرين من الاستمرار على الكولويدل آيرن اللي هو الحديد والكولويدل سيرفر مع بعض اللي اتنين مع بعض جابوا نتائج وطبعا حت التكنولوجي بتاعت النانو دي اللي هي إنها دقيقة قوي وإنها تقدر تخش بسهولة جايبة نتائج هايلم برضو نفس القصة في الزنك كتير قوي ستات بيبقى عندها مشكلة تساقط الشعر الشعر والبشر المجهدة والدوافر البهتة الزنك اكتشف إنه هو حاجة مهمة جدا وللأسف مش موجود في معظم الفيتامينات اللي موجودة في السوق وحتى لو موجودة امتصاصها برضو نفس الفكرة بتاعت إن الجهاز الهضمي هو القولون طالما فيه مشكلة فما بيبقاش الامتصاص بتاع الفيتامينات قوي صح؟ بالزبط وإحنا زي ما حيطك أشرت كده عندنا كل ده مشكلة القولون ما بين قولون عصبي ما بين انتفاخات ما بين إسهال وإمساك ما بين غزات ما بين إن أنا باكل مش قادر أخذ نفسي من أحاسس إنه هو الأكل ما بيتهضمش إحنا اكتشفنا إن طبعا القصص دي إحنا قلنا حتة الجرثومة الحلزونية فيه بقى جراثيم تانية بعد المعدة في القولون ودي اللي بتعمل التخمر وبتعمل انتفاخات وبتعمل مجازات على طول والموضوع بقى اللي بيحصل سواء بقى ارتجاع أو حاجات زي كده فطبعا عملية الانتفاخ والتخمر دي مؤزية جدا جدا على المدى البعيد بتعمل كانسر للأسف بالزبط حتة الانتفاخ دي بتقالي الانتصاص بتاعت كل حاجة نمرة واحد نمرة اتنين بتعمل سوق هضم والواحد بيبقاش مظبوط الإخراج ما بيبقاش مظبوط وطول ما هو الإخراج مش مظبوط دي سموم يعني ده سم موجود مازال محتفظ بيه جسمه مش قادر ينزل أو تخلص منه بشكل نوباء بالزبط بلاقي منتجات دكتور بتخرج علينا في اعلاناتها بتقول ان المنتجات دي وخاصة منتجات غزائية لديها من الخمائر أو من أنواع التركيبات اللي هي بتساعد فيه يعني تهدية بطارة المعدة والهياج اللي موجود في الجهاز اللبني هل ده حقيقي ولا مجرد كلام ترويجي هي بتساعد ما نقدرش نقول انها بتعالج يعني بتساعد على علاج هي التغزية والتغزية بصفة عامة الصحيحة يا بتقي من أمراض أو بتخلي الواحد يعني الأمراضه أقل زي مثلا مريض سكر لو خاد سكر أو كاربوهيدرات هتبقى حيبيت إذي الضغط برضو نفس القصة الدهون وكلام بطول ما الواحد بياخد تغزية سليمة وطبعا طرع بقى علم الميكروبيوتكس والميكروبيوتكس والحاجات ديت فبتساعد أكيد بس مش بتعالج بتفضل المشكلة بيفضل الميكروب لسه عايش وقتا ما الجسم يخش له بقى أكل مش مظبوط يخش في تنشن يدخن الشيشة مثلا من الحاجات اللي بتدخل هوا جامد جدا في القولون فبرضو بتزود المشاكل ويبتدي بقى التخمر والميكروب دوت ينشط لما بناخد بقى حاجات تقضي زي ما نقول كده بتشل الميكروب دوت والجسم يتخلص منها أو تخش تخسل الحاجات اللي بتتاخد عن طريق الفم زي السيلفر النانو سيلفر والنانو جولد بتساعد كتير جدا ويمكن كمان في حاجة كمان لذيذة في النانو جولد إنه هو بيشتغل على الأعصاب ان جنرال يعني التركيز في المخ على الجسم فالقولون العصبي جزء أساسي منه هو اسمه عصبي مش عشان الشخص عصبي عشان هو الأعصاب بتاعته وظيفيا ما هو لقولون العضويا أو وظيفيا فبيبقى فيه نقص في معادن نقص في حاجة علشان خاطر يهدى عشان خاطر التقلصات والوجع اللي بيجي دايما على الشمال والإخراج بيبقى اسهال وإمساك فوقتا ما الجسم بيوصله المادة اللي هو محتاج لها اللي هي مش موجودة إنها تريس ألمنت فعلا يعني مش موجودة في الأكل بتاعنا فبيتحسن ويبتدي فعلا تظهر بقى المشاكل اللي كانت موجودة والانتفاخ والغازات وحتى الخمول والإجهاد والنهجان والحاجات دي بتخف بصورة جمدة لأنه عالج السبب مش خد زي ما حياتك قلت لكده الزبادي اللي بي مش عارف ايه الأكلة اللي بكذا كلها مكملات لا ننكرها بس بتساعد ولكن لا تشفي ده اللي بيعملوا الميت الفضع وميت الذهب زي ما قلنا هي مكملات غذائية ولما ناخد بالنا من التغذية زي ما قال دكتور وائل فبيمنع الأمراض اللي ممكن تيجي للشخص فده مكمل غذائي فيه صفات علاجية بيعالج السبب زي ما قال دكتور وائل مش العرض ينظف الطريق ينظف الطريق ينظف هو ضد البكتيريا ضد الفيروسات ضد الالتهابات احنا شوفنا فيديو الحالة اللي فاتت بيقضي على البكتيريا شوية شوية على البكتيريا الضارة بالضبط انا عايز اقول حاجة هي تجربة شخصية بقى مش كدكتور يعني طبعا استخدامنا للحاجات المنتجات دي كلها جابة نتائج جدا هيلة السوال دي كان عندها كانسر في وقت مضى وخدت جلسات اشعاع على مناخيرها الحمدلله ربنا شافاها بس فضلت المنطقة بتاعة المناخير واللعوم عندها مشكلة على طول جربنا طبعا مضادات حيوية معها كتير لان على طول المكان دوت ملتهب chronic infection داخلي وخارجي اه داخلية طبعا هي كلها في المخاطل او الجزء المبطن لانه اتعرض لاشعاع فاتحرق طبعا يعني ففضلنا انه مثلا اربع خمس سنين بنستخدم الحاجات اللي هي بيقوله مية البحر وحاجات هي منتجات طبعا المضادات حيوية ما كانش بتجيب نتائج في شهرين تقريبا من النالو سيلفر ده النالو سيلفر صح ايوه شانا مش هيب بس النضارة بس فسبري في المناخير حلو جدا اه وطبعا انا واحدة من الناس اللي ضحية للجيوب الانفاء تقريبا مضادة حيوية على طول يعني ساعات البخاخة والحاجات دي كلها مش بتريحني لازم الاحتقان ده يقل بالمضاد فانما يبقى فيه حاجة زيك الله بقى ده احنا جميل لا حتى المخاط نفسه نازل مختلف تماما ايوه وده على فكرة برضو يعني دي التجربة الشخصية بس انا بستخدمه بقى مع باردايز في علاج المدخنين يعني الشخص اللي بيدخن عنده التهاب دايما في الجيوب الانفاء عنده التهاب في زوره التهاب في الرئة فحاجة زي النانو سيلفر والنانو جولد لحد دم ما يبطل بيساعده على ان منعته او يعني قومته للمرض تتحسن لانه هو او مؤسرات السلبية للتدخين نفسه بالزبط والسموم اللي داخله حضرتك متعاصلة مع عملية التدخين اللي هو شرح فيها بالزبط ما هيها بتحرق انا حاجة معني بالسموم جدا 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 طبعا وبان حتى في موضوع التدخين بتبقى غرضنا التخلص من السموم وسؤالنا حضرتك المباشر عن السموم هل حضرتك النهاردة ما فيش اي تخوف من ان استعمل انه نفضة او دهب لانه ما بيسيبش اثر وانه ممكن تخلص منه سريعا وخاصة انه بيقوله ان ما يتبقى منه هوايش الناس يقول لك انه استخدم معدل تدخلوا جسمي فالمعدل ده مش معاوم بش يسيب اثر فحرك بما انك معني بالسموم عايزين توضيح الكلام ده للمشاهدين طبعا سؤال هام جدا جدا وتخوف مقبول لان طبعا الكلاف النهاية هي والكابت بيتخلصوا من الحاجات اللي بداخل الجسم سواء سموم او اكلوا بيحولوا الحاجة بس الحمد لله الابحاث كلها بتؤكد ان طبعا تكنولوجيا النانو اللي هو تكنولوجيا بيبقى جزائية صغيرة وبكمية معروفة بقواعد معروفة بيبقى الجسم بياخد احتياجاته وبيفرز الباقي بدون اجهاد الفضة والدهب بالكميات اللي موجودة بتوفي باحتياجات الجسم من الكمية للشخص عايزها والجسم بتخلص منها زي ما بتخلص من حاجات كتيرة وربنا سبحانه وتعالى مدينا اجهزة مش جهاز واحد للتخلص من الفضلات بصفة عامة سواء سموم او النهاية بتاعت هضم اكل معين حاجات زي كده واحنا للأسف زي ما كنت بقول لسا دلوقتي احنا الهوى اللي احنا بنستنشقه فيه سموم الاكل اللي احنا بناكله سواء اورجانيك ولا مش اورجانيك فيه سموم فدي اخطر كتير قوي وبتعرض الجسمه وجسم بيتعامل معها بينما الكولويدل سيلفر وكولويدل جولد بالعكس الجسم بياخد محتوى او الاحتياجاته وبيخرج بسهولة بسبب تكنولوجي النانو او الجزيئات الصغيرة البسيطة للجسم بيقدر يتخلص منها بسهولة وده عن ابحاث يعني مش معنا انه بيقدر يتخلص من السموم انه بيقوي المناعة طبعا هي المناعة مجموعة من الحاجات اجهزة بتشتغل كويس حالة مزاجية وحالة نفسية جيدة مكونات تكتمل مكونات هي جسم الانسان ينتقص يعني منتقص فيها في بعض الاشياء بالزبط وهي كتسة الدكتورة صورية بتسكر حتة الترددات المعادن دي كلها ترددات بتتفاعل مع بعضها بتكمل حاجة في الخلية اللي رايحت تقتل البكتيريا وبالاضافة لكي طبعا بعض الحاجات التردد دوت بتأثر على البكتيريا عند الجزء اللي هو المفروض انه هو يؤذي الجسم فمقاومة الجسم باجهزته بالخلية اللي هي كورات الضم البيضاء لما بتخشها حاجات تساعدها بالترددات بتاعتها انها تقاوم الميكروب اللي موجود فيروس ميكروب اميبة جيار دي حاجات كتيرة متعرضين لها وطبعا البكتيريا طبعا من ضمن الحاجات فبتقاوم وفي نفس الوقت الميكروبات دي بتموت من خلال الترددات دي والحاجات اللي بتقتل عمل او بتشل عمل الميكروب ميكروب فهي حاجة بجد سحرية وجميلة وطبعا هي فعلا زي ما بتقول كده دكتورة ترية تكنولوجي جديد بنسبة بالعالم بالزبط يعني طبعا وكالة ناسة حتى معترفة بال يعني النانو سيلفر بالتحديد يعني بتديل الناس اللي هم بيعملوا رحلات فضاء والكلام ده فطبعا حاجة طبعا قوية جدا وجميلة وطبيعية أنا طبيب بطنة ومعني بصحة الرجل والمرأة الجمال والخصوبة والحاجات دي بس برضو في نفس الإطار احنا أنا مقتنع بالإنتجريتد ماديسن علم كده اسمه الطب اللي هو تكاملي يعتبر تكاملي لأن كل حاجة بتساعد التانية ما ننفيش الطب التقليدي اللي هو بنسميه الأورتودوكس ماديسن نكمله بحاجات تانية لنما فيش حاجة هتقاوم ومش حاجة هتبقى سحر بس كله بيكمل بعض لما دكتور أنا حتى يطمئن قلبي يعني أنا والمشاهدين لازم أشوف حاجة بتشرب من الكلام ده آه آه ممكن ده ممكن ده متاح حتى أنا لسه قبل الفقرة حتى دلوقتي رشيت على وشي منه وخدته ببخاخة بس أنا عايز أستخدم أنا كمان يا ريس ليه تجربة ينفع أولها على الهو آه نسمع طبعا بس نشوف هذا دكتور طعم وهي ميزيز آه لا جميل حسكر منه با يميل وده برضو اللي هو الكلوي ده الشرف هو ليه حضرتك ليه إحنا دايما يعني من كبور سيقاتنا في الأطباء فمن منتطمنش غير لما نشوفه بيجرب بالفعل معانا سيقاتنا هي دي نقطة لأن أنا حاج بتكلمني عن تجربة كانت لولدتك عارز الناس عندك في معاناة شديدة مع رحلة لمعرض السرطان ربنا يعافي لكله ويرفع عن أي حد يتعرض لهذه التجربة حاج قلت أنها عانت فيما بعد حتى العلاج من السرطان طبعا فقدرت حاج بعد ما جربت كمان منتجات تانية مطلق عليها أنها طبيعية تبحث عنها وكطبيب حضرتك كنت بتعامل بحذر كتعامل مع أي دواء طبعا هل ده أنا قد نقول عليه دواء هو علاج يعني كلمة علاج أدق حاجة تتقال لأنه هو الدواء بيبقى يعني بنخش فيه بقى مع موضوع تكنولوجي معين خاص بالشركة التصنيع وكلام ده وأحيانا بتبقى مؤذية بالعكس يعني فيه أدوية احنا في علاج التدخين مثلا أنا من ضمن التخصصات بتاعتي موضوع علاج التدخين فيه أدوية بتجيبك تقاب وأدوية تانية بتعمل رمام النفس وأحلام مش مظبوطة والكلام ده بينما بتاعها أو الخام بتاعها لما بيتاخد ما بيعملش أي مشكلة فده علاج بيشفي أو بيشفي فعلا من الأمراض ومكمل أيضا ومكمل الجزيات المحتاجة الجسم في المعادن والأملاح ومعجبة بالضبط أشرب من حق حضرتك بس بشكل الإزازة دكتور حتى نمعها حنصها بس كفية بس دكتورة ممكن تحطها في الغطا أوكي صح يعني دي المنتجات اللي ممكن نقول فعلا نشرب ونقول في صحتك فعلا دي في صحتك آه دي في صحتك فعلا دي حضرتك لصحتك ومعجبة السنة الجديدة طبعا وللصحة طبعا تمام بسم الله طبيب استشاري متخصص في الجهاز الهضمي وبيقوم بالنسبة طبيبين على فكرة بس عشان الوقت آآ لا هو بقى لما نتكلم على موضوع في صحتك فهنتكلم على آآ النانو جولد النانو جولد الملوك كانوا بيشربوه زمان علشان يعملوا دماغ لان الجولد بيحسن الموت حالة المزاجية بشكل عام حالة المزاجية لان احنا قلنا ايه زي بيشتغل على المخ والعصاب الدهب بيشتغل على المخ والعصاب سيدO طب مش ده خوفة دكتورة ممكن إن الزيادة منه تأثر على المخ والعصاب بناثر ما تهدي واتروق ممكن تهيج لا إلا الزيادة منه برزو عشان قد ايه هو آمن الزيادة منه ممكن إذا هو يخلي الإنسان نشيد زيادة عن الليزوم ومايجلهش نوم وكلام من ده لأننا احصلت قبل كده احنا بننصح دايما حطيك مش بعاطعة كله الخير انى نبعد أطفال عن تناول أي شيء من العلاجات أو الأدوية أو ما أشبه لو قدر أن وقعت في إيد طفل وشرب منها وهي طعمها مش منفر ومش كده هل ممكن تأثر على شيء معين في خلل فغيره؟ لسه كان من حوالي عشر تيام أعتقد أن كان فيه عندنا حالة كانت مخدوطة جدا لأنه كانوا سايبين مية الفضة في تناول يد الطفل اللي عندهم الطفل عنده تقريباً خمس سنين أو ست سنين وشرب نص الإزازة نص إزازة النانو سيلفر ده مزاجه عالي العالك جمعاً ما حصلوش أي حاجة هم بس ممكن يحصل شوية هبوط أو حاجة من النانو سيلفر بس لا أكل زيادة يعني حاس أنه هو شهيته مفتوحة زيادة وأكل زيادة وما كانش فيه أي حاجة خالص هم كانوا خايفين بس لما كلمونا قلنا لهم أن لا ما فيش أي مشكلة خالص بس أكروه والموضوع عادة بسلام جداً فما فيش أي ضرر حتى لو أخدت زيادة قلونا برضو الناس اللي عاشوا التجربة دي والبشمون سايساً بيؤكد رئيس ماك ستارت برد رئيس أن الطفل أكل زتون أو اللي يحصل معاه ده ممكن يأكل الزتون فالزتون يعديله الحكاية شوية ويطلعه من حالة الهبوط ويبقى يعني الدنيا يعيش نشاطه وحيويته فيه كمان حالة تانية كانت عندنا واحدة مرتزمتش بالجرعات اللي احنا قلناها لها اللي هو مفتوض ياخد خمسة ميلي الصبح من مية الدهب وخمسة ميلي بالليل هي كانت شربت الإزازة فيومين فالنتيجة اللي حصلت إن هي كانت مهايبارة زيادة عن نزوم ومش قادرة تنام ده كل السايد ايفاكت اللي حصل من الموضوع فهو آمن جداً لأن ما فيهوش أي كيمويات خالص ومن الطبيعة وانا كنت برضو عايزة اقنوي على موضوع حالاتك بتقول إن الناس بتخاف تاخد معادن علشان تقول إن هي دي سموم ومش عارفة ايه وكلام من دوت لأ العكس إحنا جسمنا أصلاً فيه دهب أو فيه معادن أصلاً فيه دهب وفيه فضة لكن بسبب السموم اللي احنا عايشين فيها حصل ديبليشن يعني مبقاش فيه الكيمية المفروض اللي تكون موجودة في الجسم موجودة فالمكملات الغذائية دي هيت النانو سيرفر والنانو جولد ده بيكمل الوظائف الطبيعية بتاعة الجسم يعني هاكي الإزازة دي اللي وقعت فيه الجواهير جي يحطها على الميزان على طول يشوف الدنيا ماشية دي يعني أنا شايفة إن هي زي ما قلنا إيه الحلية بتاع الدهب والفضة قادة ممكن تستخدمه كحلية بس مش هيديك سعادة لكن اللي هيديك فعلاً صحة وسعادة إنك تشرب الدهب مش إنك تلبس الدهب دي نسميها على فكرة تريس إلمانس يعني إحنا عندنا الفيتامينات والتريس إلمانس دي دي حاجة الجسم فعلاً محتاج لها ما هيش سموم زي مثلاً اللي موجودة في السجير الكروميوم والزرنيخ والصيانايد والحاجات دي دي كلها دي سموم يعني دي سموم مباشر في معهد السموم أو في مركز علاج السموم بنعارجها إنما دول تريس إلمانس يعني دولة الجسم عايزهم بكميات بسيطة مش موجودة في أكلنا فلازم ناخدها وطبعاً حت التكنولوجي النانو ده ده يعني إنجاز ده إنه هو بيدي للجسم اللي هو محتاجه وبسهولة بدون احتياج للمجهود للجسم يمتصوا أو كده وبيروح للأماكن وبيخرج بعد كده عادي طب لو حالك جالك ببين حاك طبعاً مستوز جهاز هضمي جالك بقى مريض عايز يختصر الشسكة خالص فقالك بلاش مية بالداب والفضل نهبل حيط التابة وحيط التفضة مرة واحدة ونشوف تأثيرها المباشرة إيه لا طبعاً وده بيحصل حاك في حالات أطفال كتير طبعاً إن بعض قطع الحلية الصغير اللي يعني حالاً بنتنساء أو نهمله فبيبلعوه بلا فممكن الستة تتطمن تقول لتطمن ده بلع دهب مفيش مشكلة طيب سكانوا بيشربوه فده بلعوه طيب هو طبعاً الجوهرجية بقى حيفهموني إن بعض السيدات عارفين إن الدهب اللي بنلبسه عيار كذا وعيار كذا وعيار كذا دي بيوريتي بتاعت الدهب بيوريتي يعني عليه مواد تانية مضافة لي بالزبط حاجات تانية وطبعاً غير بقى الجراثيم اللي موجودة لو حد بيلبسها لو حد بيلبسها في رقابته أو الكلام ده وعلى فكرة برضو كان في حد بيقول طب أنا ما أخد اللي هي النقود المعدنية اللي هي الفضة برضو وحطها واشرب منها أو أحط في كوباية فضة أو دي مشكلة لأن زي ما قلت حياتك كده أولاً الكمية مش معروفة يعني كمية المعدن مش معروف كميتها دي مش محسوبة ونقطة تانية معها مواد تانية لأنها جاية من الأرض معمولة خلطة مع حاجة معينة وعشان كده بقى فيه دهب 14 و18 و21 ودهب هندي ودهب كذا كل ده اختلافات مواد مختلفة أشهرها النحاس طبعاً وحاجات تانية ممكن تبقى مؤزية احنا عندنا مثلاً مادة زي النحاس على فكرة بتسبب مرض السكر بتسبب مرض في الكابت بتسبب حاجات لو اتخدت لأنها دي مش تريس ألمانس فلس الجسم مش محتاج لها بس لو الوحد يحاول يتخلص منه آه بالضبط في حاجات الجسم فعلاً محتاج لها عشان وظيف والإنزيمات بتاعته والعملية الحيوية كلها وفي حاجات لا تبقى لود عليه عايز يتخلص منها زي تاني عشان انا بحب موضوع التدخين ده ومتخصص فيه زي البلاوة الكتيرة او اللي موجودة في السجار والشيشة والسجارة الإلكترونية والمنتجات بقى كلها المرتبطة بالتدخين حضرتك عملت حملة حملة ارميها ارميها واسأل مجرب ولا تسأل طبيب النهاردة معانا الطبيب المجرب انت كنت مدخن ومش سنة ولا اتنين فترة وبعدين قررت ان انت تبطل تدخين ومش بس كده انت قررت كمان تساعد المدخنين ان هم يبطلوا تدخين سواء بان احنا وقلت في الحملة ان التدخين ده بياخد من الاكسوجين الموجود في الجسم وده بيدور عايزين حضرتك تحكي لنا وتحكي لنا برضو عن الجهاز حضرتك يا دكتور سرية بتاع التدخين ده نعرف ازاي نساعد الناس طيب هو طبعا انا مبسوط لان انا وقتا ما بتكلم على موضوع التدخين ده ببقى يعني منتشي لان ربنا انعم علي وده سبب شغري في موضوع التدخين بقلب مش منتظر مكسب منه خالص وطبعا الحياة بتاعتي اتغيرت ده تجربة شخصية طبعا لما بطلت ونوتها من واحد واحد سنة الفين اللي هي مع اول يناير بطلت سجاير بس ما شلتش حديد من بعدها عملت حملة وحملات وطبعا دكتورة سرية عملنا مع بعض حاجات كتيرة طبعا في اكتر من مكان واكتر من جامعة لانه منتشر ما بين الشباب الشباب للأسف للأسف والولاد في الشيشة وانا بنشوف اللي هي الاي سجرة السجرة الإلكترونية طبعا انا غرضي او يعني هدفي او هدف اي واحد بيبطل تدخين ان هو يكسب حياة صحية يشيل حاجة هو مش محتاج لها مفيش حد فيه نتولد بيدخن او في بوق سجارة فانا خدته عودت نفسي عليه فوقتا ما ببطل مهم بقى استعيد صحتي استعيد النيكوتين الطبيعي استعيد حياتي الانسان عنده نيكوتين طبيعي مجرد ما بيستعين بالسجارة النيكوتين الطبيعي بيقف بنعتمد على نيكوتين خارجي بنعتمد على نيكوتين خارجي اقدي كلها مواد بتخش مع النيكوتين والنيكوتين الخارجي بيخلي الجسم خلاص بيتشل كمخ وكتركيز الا لما يجيله النيكوتين الخارجي وده اللي بيعمل اعراض الانسحاب اللي عايز بس اقشير اليه ان احنا مع فاراديز بنعمل استعادة بقى نشاط الجسم واستعادة تحسن الجسم بعد التبطيل لان انا غرضي لما بطل وناس كتيرة بتتألني لان انا ما بطل الجسم حيرجع طبيعي امتى ففي حاجات كتيرة من ضمنها طبعا مية الفضة لانها بتقتل الميكروبات اللي موجودة في المناخير وفي الجيوب الانفية وفي الرئة وزي ما بنقول كده في البرنامج جزء باللي استنشاء بنستخدم نيبيولايزر عليه مية الفضة ينضف ويطلع حاجات كتير جزء الجولد برضو او الدهب مية الدهب بتحسن التفكير والتركيز والاداء الوظيفي بتاعت الاعصاب بتاعت الجسم كلها في طبعا عندنا برنامج بنعمله جوا اماكن معينة اللي هي بنعرض الجسم لأوزون مع هيلنج مع مزيكة مع ميديتيتيشن وهو النوم على مرتبة مايو ماجناتس واستنشاق اكسوجين بالضبط ده كمان حاجة مهمة جدا الجسم من الاكسوجين يخش الخلايا ويبتدي يعيد نشاط الخلايا دي طوال في الختام فقرتنا حرك في نصيحة مباشرة للسادة المشاهدين مع بداية العام وخاصة من يحاول ان هو ينهي العامه بشكل سيء خاصة في موضوع خمور او خمائر او اشياء قد تؤثر على جدار المعدة وعمل جهاز الهضمي تقول ايه للمشاهدين في جملة واحدة مفيدة مع بداية العام والسنة الجديدة اولوك طبعا اولا كل سنة وهم طيبين وطبعا حياتك وصحتك انت اللي بتبنيها وانت المسؤول عنها مهم او ان انت تعرف اسباب الامراض لو حتى ما عندكش اي اعراض او مشاكل لازم تبحث عنها استخدم او الفحص الشامل لازم نلجأ للتغذية السليمة الحاجات الطبيعية افضل كتير جدا من الحاجات اللي مش مزبوطة واقول للمدخنين بطلوا تدخين ومن اول السنة ان شاء الله خلوا حياتكو معانا خالية من السموم وخالية من كل اي مشاكل ممكن تعرضنا لاي تعب او اجهاد او كده ويا رب نعيش دايما بصحة وسلامة وهنا شكرا ديك دكتور وقال صفر دكتورة سورية قالونا في مفاجأة ان برادايس عامل عرض في خلال كام ساعة المقاضية من هذا العام مع استيبال العام الجديد انا قبل العرض انا عايز اقول برضو كل سنة الطيبين لكل السادة المشاهدين وعايز اقولهم من فضلكو المدخنين بطلوا تدخين من فضلكو خدوا قرار في السنة الجديدة غيروا حياتكو غيروا صحتكو وعندنا حاجة اسمها ماجيك بلو على فكرة دي برضو ممكن تساعد على تبطيل السجاير بنحط السجاير هنا دي برضو جهاز اسمه ماجيك بلو بنحط الماجنز دي هنا في الودن الشمال علشان خطر تعمل توظيف للاندورفنز زي كأنك بتاخد بتستنشق السجارة فعايز اقول هنعمل حلقة كاملة عن تفكيلة كأننا عايز فضلك تقول لنا عرض باراديز العروض بتاعتنا بمناسبة السنة الجديدة الحقه لأن العروض لمتت جدا محدودة ولمدة اسبوع فقط في السنة الجديدة وعملين عروض مخفضة سواء لمية الفضة أو للكريم الألوذيرا اللي هو جريم سابين سابين طيب الأستاذ بشوان سايسم رئيس مجلس دارة باراديز بيقول لي إن هيدي سبعين إزازة فري من السبري الفضة لكل المتصلين قبل ما تنتهي ساعات العام الأخيرة شكر لحضراتكم شرفتونا ولحقونا في العروض باراديز نجدكم على كير الفقرة جاء خليكم معانا بعد الفاصل نحتفل معاكم ومع سلامتك ألف سلامة هتسيب في حياتك علامة بالفضة فوائد تفوق زحرها والذهب له خصائص تمنحك بريقه وجماله باراديز في منتجات الصحة والجمال تستخدم شركة باراديز تقنية النانو الجديدة في استخلاص ماء الذهب والفضة الذي يمنحك الصحة والجمال وتوفره لك في مجموعة منتجاتها الفريدة شراب الذهب والفضة بيور لايف لتنشيط وتقويت ورفع مناعة جميع أجهزة الجسم كريم وسبري ريليون بالتجميل والعناية بالبشرة والأمراض الجلدية جنة الأرض في الحياة بلا مرض لمعرفة المزيد والتفاصيل تابعونا على فيسبوك أو اتصلوا بنا على الأرقام الآتية ازال برنامي برعاية اشتركوا في القناة